في قلب مدينة مزدحمة ولدت فتاة صغيرة تدع ليل كانت حياتها تحت سحابة من الفقر واليطن والديها توفي عندما كانت في سن مبكرة وتركوها وحيدة بلا أي موارد أو دعم ترعرعت ليلة في دار للأيتام حيث كانت تشتاق للدفء العائلي والاهتمام لم يكن لديها شيء سوى أملها العميق في تغيير مصيرها ومع ذلك كان لديها شغف واحد يتردد في عقلها باستمرار القفطن المغربي التقليدي من خلال المواقف التي مرت بها كانت ليلة ترى جمال وفخامة القفطن اندهشت من التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية والنسيج الفاخر على الرغم من أنها لم تملك سوى قفطن بسيط واحد إلا أنها قررت أن نتحول حلمها إلى حقيقة بعد أن بلغت سن الرشد قررت ليلة أن تنتقل إلى المدينة الكبيرة بهدف تحقيق حلمها ومعها كانت تحمل طموحا كبيرا وإصرارا لا يليم تعلمت فن الخياطة من خلال المشاريع الصغيرة والدروس التي حضرتها في الأوقات الفراغ لكنها واجهت تحديات عديدة في البداية لم تكن لديها موارد مالية كافية لشراء المواد اللازمة لتصميم القفطين وتسويقها ومع ذلك لم تستسلم ليل قررت البحث عن حلول بديلة تعاونت ليلة مع الحرفيين المحليين والمتاجر الصغيرة للحصول على المواد اللازمة قامت بتصميم القفطين وخياطتها بنفسها بأدق التفاصيل على الرغم من الصعوبات كانت تعمل لساعات طويلة وتجتهد في صنع قطع فنية فريدة عندما قامت ليلة بعرض تصميمها لأول مرة في سوق محلي تفاجأت بالإقبال الكبير والإعجاب الذي حظيت به قدمت تصميمها المبتكرة والجميلة إلى العملاء الراغبين في قفطين فريدة وأنيقة سرعان منتشرت سمعتها وزاد الطلب على منتجاتها استخدمت ليلة أرباحها الأولى لتوسيع عملها وتحسين جودة المواد التي تستخدمها قامت بإنشاء موقع إلكتروني لعرض تصميمها وبدأت توسيع النطاق تواجدها عبر الإنترنت تعاونت مع حرفيين ماهرين ومصممين لتعزيز خط إنتاجها وتصميم قفطين جديدة مع مرور الوقت أصبحت ليلة شهيرة بتصميمها الفريدة والراقية بدأت تواجه طلبات من جميع أنحاء البلاد وحتى من الخارج وبفضل شغفها وجودة منتجاتها أصبحت مليونير من خلال بيع القفطين ولكن على الرغم من ثراءها بقيت ليلة متواضعة ولم تنس مرحلة الفقر واليتم التي مرت بها قامت بإنشاء مؤسسة خيرية لدعم الأيتام وتوفير الفرص التعليمية للأطفال المحتاجين أصبحت قصة نجاحها مصدر إلهام للعديد من الشباب الطموح الذين يحلمون بالتحويل أحلامهم إلى حقيقة وهكذا من خلال شغفها بتصميم القفطين وأسرارها اللافت تحولت ليلة من فتاة ثقيرة ويتيمة إلى مليونيرة ناجحة ومبدع